الموجز الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل هددت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بإعلان حالة القوة القاهرة في حال استمرار إغلاق ثلاثة حقول نفطية كبرى في البلاد وقالت وزارة النفط الليبية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن إغلاق حقول الفيل وشرارة ومئة وثمانية النفطية قد يؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة وذلك بعد يوم من إغلاق الحقول احتجاجا على اختطاف وزير المالية في الحكومة السابقة فرج بومطاري ودعت الوزارة في بيان جميع الأطراف إلى عدم السماح لخلافاتهم بتأثير على إنتاج وصادرات الطاقة مضيفة أن إغلاق الحقول قد يؤثر بشدة على قطع النفط الحيوي في ليبيا بما في ذلك التسويق والطلب كما يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في إنتاج الخام أنهت أسعار النفط تداولات الأسبوع على انخفاض مع موازنة الأسواق تعطل الإمدادات في إفريقيا وانخفاض الشحنات من روسيا وتعافي الجزئي للدولار وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت القياسي تسليم شهر سبتمبر المقبلة الجمعة بنحو 2% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل إلا أن عقد تسليم الشهر أو تسليم الشهر التالي سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8% كما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أوت المقبل بنحو 2% مسجلا 75 دولارا للبرميل إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية تجاوزت 2% تجاوزت حصة النفط الروسي من واردات الهند من الخام نسبة 40% لأول مرة في تاريخ البلاد وأظهرت معطيات وزارة الصناعة والتجارة الهندية بلوغ حصة روسيا من إجمال واردات النفط إلى الهند في مايا الماضي حاجز الأربعين في المائة متبوعة بالعراق بحصة قدرت بثمانية عشر في المائة في حين استحوذت السعودية على 12% من إجمال واردات الهند من النفط تراجع تسعار الغاز الطبيعي الأوروبية عند تسوية تعاملات الجمعة لتسجل أكبر انخفاض نسبوع لها هذا العام مع تأثير ضعف الطلب وزيادة المخزونات وتوقعات الحرارة أو حرارة الطقس وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندية تسليم شهر أوتا المقبل بنسبة 2% لتلامس 26 يورو لكل ميجاوات ساعي لتسجل خسائر أسبوعية بنسبة تجاوزت 22% وهي أكبر وطيرة تراجع منذ ديسمبر الماضي كما انخفض الطلب الصناعي على الغاز في شمال غرب أوروبا بنسبة 16% شهر جوان الماضي على أساس سنوي ويعتبر أقل بنسبة 25% من متوسط الأعوام 2017 إلى 2021 رغم علامات الانتعاش في بعض القطاعات ختام الموجز الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية ظاهر أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة